بعد غياب طويل يعود المحافظ نبيل شمسان إلى تعز لواجه التزامات عديدة وتحديات أكثر في ظل وضع مأساوي تعيشه محافظة تعز في مختلف نواحي الحياة المحافظ شمسان وفور وصوله عقد اجتماعاً مع المسؤولين المحليين والعسكريين والأمنيين أكد فيه أن قيادة السلطة المحلية ستعمل على تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية المشكلات المختلفة والحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة والصراعة السياسية العديدة منذ أربعة أعوام حالت دون استقرار الوضع حيث أصبحت تعز تدريجياً ميداناً للصراعات البينية العديدة ليس بمقدور الناس أن يلامسوا الاستقرار في المحافظة حيث يحيطهم الموت من كل الجهات بسبب القذائف التي لا تتوقف على الأحياء السكنية بالإضافة إلى غياب الخدمات وارتفاع كلفة المعيشة شمساً وقبل وصوله إلى المدينة وتحديداً في زيارته لمديرية التربة قال إن السلطة المحلية لديها خطط تلبي الاحتياجات الضرورية للوضع الإنساني في مديريات المحافظة مؤكداً خلال لقائه وفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على توفير جميع التسهيلات لعمل المنظمات في تعز ويناشد المواطنون السلطات المحلية بمعالجة الوضع في المحافظة وسرعة تحريرها كلياً وإرجاع خدمات الكهرباء والمياه والخدمات الصحية وإصلاح البنية التحتية وكلها مناشدات قديمة لم تتوقف منذ بداية الحرب اشتركوا في القناة